الكابتل أو الأستاذ كيف تسمي الكابتل أو الأستاذ والله الأستاذ هو عضو برنام بس أنا ردت أوصل لفكرة بس أنه صارت خلط بالأوراق بالبداية أنه سمير قالم يريد النائب وماذا شنو وأنا يشهد الله لا كنت أدور مركز ولا منصب وبنفس الوقت نفس الوقت هس هو خليص النفس الأخ حسن منه هس نائب ريس هيدار منه نائب ريس هيداري هس وليد الزايدة يقول أنا هنا السبب مو أنا يعني وليد الزايدة السبب لا أقل لك هو هنا هنا تكمن العبرات واضحة يعني هنا مثل ستقط رساء الواضحة مشفرة رحم الله يعني أنا من إيجي تاني والله شوف هو من قدم استقالته شهر كامل ناقشوه بال يسأل أي واحد بالإدارة من تناقشته أنا سحبت نفسي سحبت نفسي قالوا ليش ما تناقش قلت لهم لا لأن الأخ حسن ما أخذ فكرة علي أنه أنا أريد المنصب ويشهد الله هو يعرف يعرف أنه أنا لوم الشبث بمنصب شوان بقت وتحمل وأصبر صح لولا لكن سحبت نفسي حفاظا على تاريخ وعلى سمعتي طيب الصورة اللي بعد لا ما قلت عليك أخ إن شاء الله ربي وفق إن شاء الله وأنا سمعت أنه هو إليه فكرة بالاتحاد و الله يوفق إن شاء الله سيكون عضو اتحاد إن شاء الله ربي وفق لي هو هم شخصي لا 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 يوجد أي شيء بدون زعل و لا بس هو أخ بعدين ونفس عمري موالد 65 وأنا 65 أخ عزيز الأخ وليد أتمنى يتوفق إن شاء الله يعني يعيد تصرفاته يعني يستفاد من الفترة اللي اللي قضاها الفترة اللي اللي كان بيها نائب وهو هسا نائب أخطأ يعني في بعض مو أخطأ قرب قرب الهيئة العامة قرب النجوم انطي مجال للأخوان يدخلون بالانتخابات لأنه تشوف فسحنا نتكلم على التطبيعية ونتكلم على الاندية ونتكلم على الاتحاد ونتكلم على البرلمان هو من هو المسؤول على هاي مسؤول عليها الهيئة العامة